اشتركوا في القناة سهلا بالكل بالحلقة رقم 135 من بودكاست مان تمان على استوديو الجمهور رأي اسمي أوجي معي زي دايما إدويس هلأ والله البودكاست مان تمان اللي بنغطي عالم الانبي اي بالعربي انبي اي جاي على العالم العربي الانبي اي جاي على العالم العربي شون قبر الحلو يا إدويس هذا اهم 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 خبر طلع هالأسبوع يعني انا ما بحب البري سيزن جيمز بالعادي يلا باحضرهم بس انا متأكد انه فيه مبارايتين الموسم التجاي بري سيزن راح احضرهم متأكد متأكد اممممممممممممممممممممممممممممممممممم اكيد نزل الإعلان إيش أنه فيه مبارايتين بأبوظبي صح الإعلان اللي طلع إنه رح يكون فيه مبارايتين بين البري سيزن الموسم الجاي رح ينلعبوا بأبوظبي ما بعرف بالزبط وين ما أعلنوا التفاصيل بس في عندك أكتر من ملعب هناك في عندك الياس أرينا والأمور هاي رح تكون بالإمارات المبارايتين ما بنعرف بين الفرق ما بنعرف إيشي بس نعرف إنه وقعوا العقد وخلص صارت رسمية الشغلة فأنا وإياك لازم لازم يا دويس نروح نحضر هالمبارايتين حتى لو كانوا الديترويت بيستنز ضد الهيوستن روكتس والأورلاندو ماجيك ضد مين ما يكون بدنا نروح نحضرهم تمام؟ أكيد طبعا 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 فبحلقة اليوم الآن نحكي لكم عن الأخبار أنه فاس بريك سريع ما رح نطور كثير على الفرق عشان يوم السبت أنه حلقة اكستر تايم المشتركي اكستر تايم اللي حنتعمق بأفضل عشر فرق الترتيب المنافسين اللي عملناه قبل الموسم وهلأ طبعا رح نعدل عليه عشان تحديث طار في تغييرات كثيرة طار في تغييرات كثيرة يعني فحنتعمق بأول عشرة إذا شوش تركين بأكستر تايم يشتركوا بأكستر تايم بعدين عندي لعبة حلوة جحس لك ياها يا أوجي اسمها بخوفه ولا بموهو حلو 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 حكي حلو لحسرك كمن فريق فريق طبعا الفقرات المعتادة سوق الكريبتو وحش الأسبوع وعننا إشي واحدة زيادة كمان اللي هو تقارير الروكيز رح نحكي عن الروكيز شوي الروكيز هالسنة فيه كمن واحد ممتازين وكمن واحد عم بخذلنا وعسيرة الروكيز يا دويس للأسف الشديد أول خبر رح نحكي فيه اليوم عن واحد من هالمبدعين الروكيز اللي هو أفن موبلي روكي الكليفلند كافز للأسف الشديد طلع خبر مبارح إنه انصاب ورح يغيب عن الملاعب لمدة سبوعين لأربعة أسابيع مش عارفين بالزبط إمتى ومؤسف جدا الخبر لأنه كتير كان عم بلعب لعب حلو وزي ما أنت حكيت بقسم الروكيز اليوم تقرير الروكيز خنسميه رح ندخل فيه نتعمق فيه شوي بس ضربة قوية للكليفلند كافز لأنه هالتالي لعب أساسي بأسبوعين بنصاب ومش إصابة إنه يومين ثلاثة إصابة أنت عم تحكي إنه أقرب وقت ممكن يرجع يلعب كمان أسبوعين والكافز عم بلعبوا كانوا لعبي كتير حلو حاليا خامس بالقسم الشرقي وراح عليهم كولين ساكستن وهلأ رح يروح من عندهم أفن موبلي لفترة فهارد لك يعني شو بدنا نحكيه أفن موبلي كان يعني تقدر تقول إنه أحسن لعب عب الفريق كان يعني ما معرف إذا بدي أو وصلها ل داريس غارلند عم بلعب لعب كتير حلو داريس غارلند بدأ لعب على الخفيف بدأ بأول الموسم بس شد حاله منيح آخر أكمل أسبوع فلسه مش جاهز أحكي لك إنه أحسن لعب بس جاهز أحكي لك إنه أحسن مدافع عندهم هاي 100% هاي 100% بس نوصل للركيز رح أسألك سؤال عن أفن موبلي وبالخصوص عن الدفاع تبع أفن موبلي الخبر الثاني عن دي آندري هونتر للأسف الشديد كمان انصاب وهاي المرة حتى أطول إصابته مدة التعافي منها من موبلي دي آندري هونتر رح يغيب لمدة شهرين عن الملاعب هلا الزلمة اسمع حظه سيء السنة الماضية كمان كان عم ببدع 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 ونصاب ولما رجع ما رجع إلى نفس المستوى وهذا الموسم ما كان بنفس المستوى بس بشكل عام للهوكس ممكن تساعدهم هاي الشغلة لأن تذكر عنه يا شو حكينا قبل أسبوع وأسبوعين تسألنا إذا عندهم كتير ناس عندهم كتير لعيبة كلهم محتاجين دقائق بدهم يلعبوا دي آندري ما كان عم بيدمر الدنيا بس كمدافع الجناح بصراحة من أفضلهم غيابه ممكن يأثر عليهم دفاعيا بس ممكن يعطي الفرصة لبوكدانوفيتش يشد حاله شوي ممكن تعطي الفرصة لكام ريديش أو كيفين ويرتر يشدوا حالهم لأنه يعني اللي عم بصير مع الهوكس مش مية مية إنه مباراة بدخل ويرتر بدمر الدنيا مباراة بدخل كام ريديش بدمر الدنيا مباراة قاعد بوكدانوفيتش بلعب منيح مباراة ما عم بلعب منيح ممكن ممكن تكون شغلة تساعدهم وإذا لاحظوا الهوكس إنه آه والله عم نلعب أحسن بعد ما دي آدري قاعد ممكن يبدو يفكروا بتريدز من هون لنص الموسم عساس عدد اللعيبة اللي بدهم دقائق ينزل شوي الزبط هو less is more زي ما بيقولوا مرات يكون عندك كتير options بتنلخم زي اللي عم بيحضر نتفليكس تعرف بتصفي قاعد بس عم بتدور على أفلام عندك مليون الفيلم تحط لي بس ثلاثة options خلص برتاح بقعد بناء اي بحادة أما لو عندي خمسة ستة وينجز لازم رعب اتنين فوضى شوي هذا إشي فيه كتاب عن هذا الموضوع اسمه The Paradox of Choice آه Paradox ولا Paralysis ولا إشيه لا لا Paradox of Choice إنه لما يصير عندك خيارات كتير بتنلخم وبطل تعرف شو تسوي وانا بتعرف انت بتصير معي هاي الشغلة لما أدخل على مطعم والمطعم يكون عنده على القائمة تبعته يعني ثلاثة شغلات اف بمبسط بدي هاي لما يصفي فيه 17 صفحة بموت دول بمحلات المطاعم الصيني مرات والتاي كون عنده 500 صفحة اي اشي بعمل لك هل هو العام بلخم و سمواتي أما عشان هيك مثلا إنه نوت بيرجر أفضل بيرجر بالعالم وتفوت على المطعم انت هاي ان ان اوت اللي ما بيعرف هاي على الوست كوست باميركا بس موجود بكاليفورنيا واريزونا ونيفادا هلا اظن عم بنتشر شو أكتر بس بنتشر خفيف أزكى محل بيرجرز بالتاريخ بالتاريخ مية بالمية عم بقول لك المنيو ثلاثة شغلات وان تو ثري هدول هم الخيارات فقط هلا فيه سيكرت منيو اللي اذا بتحكي لهم عنه بعمل لك ايا بس مش موجود على المنيو انت لازم تحكي له انت لازم تحكي له بس لازم تكون عارف يعني بعمل لك اياه اه وهيك بعمل لك اياه بدون دون يسألك عنه وخلص انت بتعرف خلص بتعرف بعمل لك اياه انت علي حلو هايش شو السيكرت منيو فيه طيب اي لما اروح لانا انا هو تعرف اطلبه مش احكي له اعطيني السيكرت منيو يحكي لي اي واحد مثلا مثلا بدك النمبر ون عادي اما لو بتقول له بدي نمبر ون انامل ستايل بيعطيك البصل بيكون متعلي البصل بصل والهدف يعني اشياء صغيرة هيك متعلي خبرة خبرة دويس جوعتني هلا يسا مطول البودكاست يلا طيب اذا هيك خنمشي على الفقرة الجاي اذا هيك يا دويس عشان نسرع الامور هاي عشان تقدر تروح تاكل شو رأيك انا ازل لك البيت وتعطينا فاست بريك على الدوري نزل 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 متعة ستيف كاري ما في مثلها بالنبي اي اسأله جمهور بروكلين اللي قاعد يحتفلوا باخر المباراة اليوم بديها يسدد الثلاثية العاشرة على رأس فريقهم الوريوز متقلقين وعن بذكرونه بأيام الأز قبل كيدي فينيكس سونز فايزين ثمانية وربعض قلنا لكم بعد اول اسبوع ما تخافوا عليهم امورهم طيبة ريس فول قعد بسحر فيهم للمدافعين يوكيش ما عم بلحك عنه كفاية النوغيتس بدون ثلاثة أساسيين نفس جل يوتا جال القسم الشرقي نار هذا الموصل معادة البستنز والماجيك عندك 13 من 15 فريق تقدر تقول عنهم جيدين جيد جدا يعني انقلبت الدنيا والأي درجة انقلبت الدنيا الويزردز متصدرين الشرق بربع الويزردز متصدرين الشرق أنا بتحداك بتحداك تلاقي لي شخص واحد بالكرة الأرضية اللي قالك انه بعد شهر رح يكون الويزردز متصدرين الشرق مش موجود هذا الزلمي مش موجود بس بصراحة حلو اللي عم بيعملوا الويزردز هلا شوف نحنا رح نحكي عن الترتيب بشكل عام بالعادة نحنا منتعمق بفريق هون فريق هناك بس زي ما انت حكيت بأول الحلقة بما انه جاينا حلقة اكسترا تايم اللي فيها تحديث قائمة المنافسين ورح نحكي عنها فرق بتفاصيل أكتر اليوم ما رح نتعمق بكل فريق اليوم رح نحكي عن أشياء وملاحظات تعلمناها بعد أول شهر لما تتطلع على الترتيب وبصراحة هو درس واحد اللي تعلمنا انه هذا الموسم مفتوح لكل حدا wide open wide open ما بتعرف شو رح يصير من يوم ليوم ما بتعرف شو رح يصير من أسبوع لأسبوع ما بتقدر تتنبأ مين رح يفوز ما في فريق أثبت حاله كتير أحسن يعني طبعا في فرق أثبتت حالها أحسن بس ما في فريق انه انت عم تتطلع عليه وعم تحكي لا لا هذا لا يعلى عليه هذا الفريق ما بتقرب عليه ما في منه هذا الحكي الفرق اللي كتير مرتبة مفروض تكون في منها مش عم تلعب منيح الفرق اللي كنا مش عارفين إذا رح تكون كويسة عم تطلع بتلعب منيح أو عم بتزبل الفرق اللي قاعدة مفروض تزبل قاعدة بتنافس أو بتتصدر القسم الشرقي عجق الموضوع عجق الموضوع فشو تعلمنا يا دويس من أول شهر ونظراتنا على الترتيب ما تطلع على القسم الغربي أنا عم بحكي لك إياها في سبع فرق بيقدروا يغلبوا الغرب سبعة هلأ رح عدلك إياهم مش بترتيب المنافسين رح عدلك إياهم بالترتيب الصدارة اليوم لأنه هم السبعة اللي متصدرين ماشي عندك الوريورز أفضل سجل تالت أفضل هجوم أفضل دفاع عندهم ستيف كوري بيقدروا يربحوا الغرب الفينيكس سانز بدوا الموسم بسجل انتصاره ثلاث خسارات بعدها شمطوها تسعة وراء بعض بيقدروا يفوزوا الغرب المافز يعني عندهم لوكا حاليا تالت بورزينغيس عم بلعب أحسن ما بتعرف يعني أنت حكيناها الأسبوع الماضي إنه هذا الفريق تالت ولسه ما هوصل قمة مستوياته بيقدروا يربحوا الغرب ما بتعرف الجاز الجاز بدوا بقوة بعدين هيك اتضعضع وضعهم شوي بس بضلهم الجاز لعبتهم الرغلر سيزن بيقدروا يغلبوا الغرب شفت خلينا على الجاز شوية شفت طوشة رودي هاي مش طوشة يعني بعبطوا ببعض قاعدين كانوا بحبوا بعض زو إزمع يعني هو ما بيساعد حاله كمان رودي طبعا من ناحية إنه إنه بده الناس تحبه وكذا يعني بيساعد حاله يعني بيسوي أشياء غريبة يعني شوها الحركة هاي يعني ادفشوا يخذ لك تكنيك الفان ناس بيحترموك أكتر يعني فهمت علي طويلك شغلي شوف يعني حتى تويتر اللي هو ما برحم بعد ما يوكيش لبسه ل ماركيف ماركيف كل حد إنه آه بستاهل ماركيف وهيك وقلبة شغلي كذا أما صارت مخوتي بين وبين تيرنر وكل التخويت كان على جوبين طبعا بس ورودي يعني كتير سهل وعادي تخوت عليه بطرح النوغيتز أنت حكيتها يوكيش ما بأعرف كيف تحسن مش فاهم أنا بس تحسن من الموسم الماضي إذا الـ 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 تابعه 35 حاليا يا جماعة أعلى PR بالتاريخ بالتاريخ لأي موسم كان 31 فاصلة 8 أو فاصلة 7 تابع تابع يانس ومج جوردن كان عنده 31.7 وليبران 31.6 يعني ما عمره حد قرب على 32 أو قرب على 230 بس ما حد طلع فوق 230 يوكيش حاليا 35 حسن حسن كليبرز بول جورج 2019 رجع يعني إذا كواي لانرد بده يحافز عشان يرجع هذا الموسم أعطويا قالوا له إرجع نحنا جاهزين فبيقدروا يفوزوا الغرب والليكرز عندهم لبرون وإيدي بعرف أنه خبصة معهم ورس وكل هالأمور هاي بس عندهم لبرون وإيدي بيقدروا يربحوا الغرب وأنا لما أحكي بيقدروا يربحوا الغرب مش قصدي يطلعوا أول بالترتيب للعلم أنا قصدي إنه إذا خشينا على البلايوف حسب الماتشاب حسب الإصابات كل هالأمور هاي هذول السبع فرق تقدر تقنعني إنه واحد فيهم رح يكون بالنهائيات كل واحد فيهم إله أسباب لليش أنت تقتنع إنه هذول الفرق بيقدروا يكونوا بالنهائيات جمال موري راجع نسيت أحكيها هاي كمان يعني كواي ما منعرف بس جمال موري بيقوله راجع واحد من هالسبعة رح يكون عم بلعب بالبلايين تورنيمت عم بلاعب أو عم بنافس اللي هو الفئة التانية من الغرب الفئة التانية أنا بالنسبة للي من اللي شايفه فيها فريقين فقط القريزليز بدوا بقوة ضعضعوا كمان شوي بآخر فترة جارين جاكسون جونيور لسه ما رجع صح الدفاع ما بين الدفاعهم كارثي بس عندهم جاء وجاءوا عم بعمل اللي بعملوا جاء فحطهم اسمع أصر لك سؤال أصر لك سؤال عن الغريزليز ياخي جارة جاكسون جونيور كأنه ناسكي في لعب فيه إشي فيه إشي مش مرتاح فيه إشي غريب بعمل أغضاط إنه أنا مش متذكع عشي ممكن أنا ما تعبعته كتير قبل ما يدخل جاء الفريق ما كنت أحضر أنت كنت أحضر ويمكن تقدر تحكيلي ياخي حتى الفوتورك تبعه غلط يعني ما بيسوي إشي داخل القوس سدو ثلاثيات مرات هاي جديدة عنده جامب هوك مرات ما عرفش اللي كان يعمله كتير غلط إنه بظل يفول بيرتكب أخطاء كتير وكانت مشكلته إنه مرات بيقدرش يضل على الملعب لأنه بظل يرتكب أخطاء بظل يرتكب أخطاء الفوتورك والبلاي ميكين والشوت كرييشن والأمور اللي أنت عم تحكي عنها زي كأنه جد نسي كان أحسن يا أخي هذا وصل تقريبا 18-19 نقطة بر جيم قبل سنتين والحلو فيه لما كان عم بلعب بهذاك المستوى إنه كان إنسايد أوت بيج مان وبلعب على هجوم وبلعب على الدفاع دايما بسدد ثلاثيات وقاعد بيبلك جوا مع إنه البلوكات كانت مشكلة الفاولات زي ما حكينا بس عنده هالموهبة هاي السنة بقول لك ياها أنت زي ما أنت عم تحكي مي بالمية مرتبك مش عارب شو يعمل ترجع ترجع الفريق التاني بهاي الفئة بورتلند بورتلند حسب مشوبة ما يعمل ديم هم بيعملوا وديم شوية شوية عم بيحمي بعد بداية بطيئة جدا فرح نحطهم بالفئة التانية بعدين في عندك فريق لحاله أنا حطيته بفئة تحتهم اللي هو الكونغز خمس فرق بالفئة التحتانية الروكيتس الروكيتس بالضبط وينما بدهم يكونوا عم بخصموا كل المباريات وعم بعملوا اللي هم أصلا دخلوا على الموسم يعملوا الاربعة الثانيين اللي بالفئة التحتانية هاي مش ما وينما بدهم هما يكونوا اوكي سي كانوا بدهم يكونوا أسوأ مما هما والسبيرز والباليكنز وال 어�ورز بدهم يكونوا أحسن من اللي اللي hanno عم بيصير معهم. فمرات في الحياة يا دويس اللي انت بديك يا ما بيصير هذا درس اتعلموه. هدول الاربع فرقة عس سريع باول شهر من الموسم. امت فكرك امت فكرك او كي سي حيسحبوا شيء جلجس من الفريق. يعني شوف انا كنت متوقع للأوستار بريك. شكلها عتير قبل. هو ولو دورت رح يسحبوه معهم كمان تعال. احضر له شغلي بعدين لو دورت. فهذا الوست. بعدين تطلع على القسم الشرقي. هلأ اذا القسم الغربي مكتب فوق السبع فرق هدول اللي بقدروا يفوزوا. القسم الشرقي يعني عندك الفريقين اللي مفروض يكونوا فوق اللي كل حدا كان حاكي انهم احسن من كل حدا ما بينوا صح لسه. يعني ملواكي ملواكي تحت بالترتيب ما عم بلعبوا منيح. عم بيخسروا كتير. بش درو و كريس ميدلتن ما لعبوا غير 30 دقيقة مع بعض. بروك لعب اقل من مباراة. يانس بالنسبة له نازل اداءه هذا الموسم يعني كتير عم بلعب اشياء حلوة عم بعمل اشياء حلوة بس كارقام نازل شوي كفعالية نازل شوي. وين نازل زمي. كفعالية وكارقام نازل. بس. 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 يانس بعمل كل اشي لحاله. هاي هي المشكلة. فالتركيز عليه اكتر. راح يرجعوا يطلعوا والنتس يعني السجل هم مش عاطل. عشر انتصارات و خمس خسارات. بس. اصعب بدايتهم مما توقعنا راح تكون. في جزء هاردن بالموضوع. في عندك طبعا قصة كايري. في عندك كل هالامور هاي. في عندك بلايك مش عم بلعب مني. في عندك اكتر من شغلة عم بتصير معهم. بس باخر النهار عندهم كي دي. راح نحكي عن كي دي كمان شوي. فهدول الفريقين اللي عساس راح يكونوا فوق. يعني مش فوق. بنصه لتحت شوي. بس بعدين عندك الخلطة. الخلطة الخلطة اللي عم بتصير. بنص الكونفرنس. بالفئة اللي راح نسميها الفئة التانية. عندك احد عشر فريق عم بنفسه عسة براكس يا دويس. الوزردز البولز الكافز الهيت النيكس الهورنتز السيكسرز السلتكس الرابترز الهوكس والبيسرز 11 فريق كلهم بدهم يدخلوا البلايوفز كلهم عم بنافسوا لست مراكز لان انا متوقع النتز والباكس حتى مع سجل الباكس هلا يكونوا ضامنين هالحكي واذا بدك تمسك كل هدول الفرق وتقسمهم لفئات بتقدر بس رح توجع راسك لانه كل يومين رح تصفي نغير هالفئات 5 من هال11 فريق سجلهم 5 انتصارات و 5 خسارات باخر 10 مبارايات كمان 3 سجلهم 6 انتصارات و 4 خسارات وعندك فريق اللي هو الهورنتز سجلهم 4 انتصارات و 6 خسارات يعني كلهم هيك بالنص تقريبا عندك بس بكل اليست بال13 فريق اللي من فوق لتحت باليست النتز والوزردز مايلين شوي لجهة الانتصارات باخر 10.8 وعندك الباكس والهوكس على الجهة التانية من اخر 10 فايزين بس 3 باقي الفرق بالنص الهورنتز بيخسروا 5 مرة بعدين بفوزوا 3 وراء بعض بعرش مين بيخسر 3 بعدين بفوز 2 بعرش مين بفوز واحدة بيخسر 3 بعدين برجع بفوز 2 يعني ما عندك وضوح بالصورة بعدين عندك اخر فريقين انت بسيرتهم البستنز وارلاندو هدول هم كيفين هدول بالزبط وين ما بدهم هدول بالزبط وين ما بدهم هدول رايحين راسهم فخلاصة الموضوع ويح لحظة كلمتين بس على السريع حتى هدول الفريقين عندهم عناصر شابة يعني هتكون ممتازة بالسنين القادم ويعني هون بالزبط وضعهم 100% هيك 100% بالزبط خلاصة الموضوع رح يكون موسم كتير كتير مسلي وممتع كتير رح يتغير فيه اشياء ورح تشوف فرق طال على فترة وفرق نازل على فترة وفرق هون وفرق هناك فما تعلمنا كتير يعني بمعنى اخر صراحة كل اللي حكيناها على الفاضي بس لا يوم السبت حنتعمق بالتوب 10 التوب 10 تغير كتير عن التوب 10 باول قبل الموسم وللتذكير للتذكير الطريقة اللي نحنا منصنف هذا الترتيب تبعنا الحلقة اللي رح تطلع يوم السبت نحنا منحكي مش حاليا يعني ما عم نحكي انه الوزردز حاليا لازم يكونوا الاول رح نقعد نطلع بكل فريق كيف اداءه كان باول شهر ورح نقارنهم بالفرق اللي فوقيهم ونصنف المنافسين زي ما نحنا شايفينهم بقدروا يفوزوا البطولة شوفوا رصهم اذا في منافس عم بلعب كتير احسن من ما توقعنا او كتير اسوأ من ما توقعنا هذا الحكي رح يأثر علينا قدام شو النقاط الدعوف اللي طلعت عنده كل هالامور هاي رح نصنفهم كمان رح نعطي جوائز يا دويس نحنا منحب الجوائز فاخترعنا اكمل جائزة اول شهر اخترعناهم اذا لسه اخترعناهم انا اخترعتهم بس ما حكيت لك عنهم اه حلو حلو انك خبرت من ضيب اه يعني بس للتوضيح انه يعني النتس ما رح يكونوا انه الوزردز ما رح يكونوا اعلى الأول ما رح يكونوا اعلى من النتس بترتيب المنافسين غير اذا انت مقتنع انه الوزردز بيقدروا يغلبون النتس يعني انت خبر برائيك اذا انت مقتنع ممكن اذا بيكملوا هيك لاخر الموسم بيقربوا عن النتس بس يعني هلأ بعد شهر لا بعد شهر لسه بكير عليهم طب او جي اه جهست لك لعبة يلا اللعبة اسمها بيخوفوا ولا بيموهوا اوكي اه الفريق الاول تالس مافريكس عندك تقييم الهجومي التسعة عشر بالدوري تقييم الدفاعي الستعشر بالدوري التقييم الاجمالي التسعة عشر بالدوري ولكن تالت هم حاليا مركز التالت في الغرب وسجلهم تسع انتصارات واربع خسارات وفايزين خمسة من آخر ستة التالس مافريكس بيخوفوا ولا بيموهوا وللتوضيح المعيار يعني هل بتقدر تشوف واحد انه هذا الفريق بيه نهاية القسم تتفاجأ لو شوتوا بنهايات القسم هيك يعني بخوف لا اكيد بقدر اشوفه لانه هلا حطيتهم من السبع الاوائل اللي بقدر يفوزوا اكيد بقدر اشوفه بنهاي القسم بس رح اجاوب سؤالك هيك بموهو شوي قاديين بس مش كتير يعني سجلهم ما بطابق اللي عم بيعملوه على الملعب بس مش معناته هذا انه هم ما بستاهلوا يكونوا بالمحل اللي هم فيه ممكن يضلوا بالمحل اللي فيه بس بتوقع اذا هيك ارقامهم تقييمهم الهجومي والدفاعي والاجمالي يرتفع شبت عليه واخر اكمل مباراة بورزينغس بشد حاله عنا يا بعدين هاي بتفرق كتير جيلن برونسن عم بلعب منيح جيلن برونسن صار له خمس ست مباريات مولعب معه بعدها الموسم عادي مش عاطل ولا منيح كتير بس اخر اكمل مباراة شد حاله فيعني السجل مع الارقام والاحصائيات مش شابكين عبعض حاليا بس مش معناته انه ما رح يرجع التقييم الاجمالي تبعهم يرتفع والامور هاي وعندهم لوكا يا اخي يعني هاي لحالها لما انت تيجي تسألني بتشوفهم بنهاية القسم رح اكيلك اه لانه عندهم لوكا هم اصلا هلا تالت لانه عندهم لوكا ولوكا ما عم بلعب ولوكا لسه ما عم بلعب بكامل قوة اه يعني لوكا بيقدر يلعب احسا من هيك بكتير شوف التسديد التسديد عندهم بشكل عام كفريق رح يرتفع لانه مستحيل يصمدوا هيك انت علي اه بتنبين بالتسديد لما تمسك ايدو مان اوف خطير تم هاردووي جونيور اه هاد لاعب اندر ريت الان بلاقيه ما بلحك عنه كفاية يعني بعمل دور لي عليه سبوت اوب شوتر ممتاز وعنده يعني هيت شك كاي مية والمية مش تمسك ايدو شوف انا بحكي لك اشي تاني اظن لا بنحك فيه كيفاية مع الدالس مافريكس انا ما بطوقعهم يصمدوا لاخر الموسم بنفس الفريق شايف تريد في تريد اه شايف فيها اذا قيمة بورزينغس بالسوق بتطلع اظن يحاولو هيك السريع ما بعرفت اذا حتى بورزينغس ممكن تكون بورزينغس بس يعني شايف شايف فيها تريد لكمان بول هندلر حدا بقدر يعني غير جيرين بلونسون و لوكا ما عندهم حدا هلا بقدر يمسك الطابة ويصنع لعب وظن هم فاهمين انه هو هيك وضعهم رح يعملوا اشي رح يغيروا اشي فمن كل الفرق هدول اللي فوق بال بالوست اكتر فريق انا شايف له انه ممكن يعمل تريدهم دايما بيحكوا عن دراجتش هاي يعني من قبل بداية الموسم كانوا عم بيحكوا دراجتش سلوفيني لوكا سلوفيني دراجتش هم بلعب معاكم لا لعب مباراة هداك اليوم لانه فريد فاندريت كان مصاب بس ما عم بلعب مع الرافترز مصاب ولا بنش مصاب يعني ولا بنش لا لا بنش عم بعطي صفة هو رابع بالpoint guard بالpoint guard بترتيب الpoint guards عند الرافترز عندك فريد فاندريت اللي للعلم احسن لاعب على الرافترز مش باسكال فريد فاندريت هذا الموسم هو احسن لاعب عند الرافترز بعدها عندك قاعد بلعب واحد اسمه دالينو بانتن دالينو بانتن او تشوف منظره شعراته هيك ناس دين حيف كتير 6-9 point guard بيعرفش يشوت من ركس ديل ركس ديل منطقة بتورونتو فابن البلد اول كندي من تورونتو بعملوله درافتر رابترز كيفين عليه وبعطي طاقة وهيك بس بيعرفش يشوت هاي مشكلة هذا هذا اشي عم بصير مع الرافترز عندهم كتير هيك الطوال بيعرفوش يشوته بعدين في عندك مالا كاي فلين هو الثالث وبعدين دراكتش الرابع دراكتش لعب اول اكمل مباراة ما لعب منيح ميس كونيك نرز حطه عند الاحتياط وبدأ يلعب هدلاك فيا فيها بايوت يا فيها تريد ما عم بحكي لك ما بيقدر يفيد فريق منافس بيقدر فريق زي لأدالس عسبي المثال بس لفريق بلعب بطريقة الرافترز دا وهاي رح نتركها لحلقة تانية لانه بدها شرح اذا ما عم تحضر الرافترز يا دويس احضر الرافترز لانه عم بيعملوا تجربة تعرف نحنا كيف دائما بنحكي عن نيك نرس ماد ساينتست عم بيعملوا اشي ولا فريق تاني بالم بي اي عم بيعمل زيه ومجنون ومش كتير عم بوزبط بس هو مصر انه بعد ما يتعودوا عليه رح يزبط خليها للحلقة تجايبة لك لانه رح نتعمق فيها اذا لا بس بديك تحضر لهم مباريتين تلاتة قبل ما نحكي فيهم عشان تفهم شو عم بيعمل لما عبترز لانه جنون جنون عراسي عراسي طيب اسمع الفريق التاني بالوست حنحلق له عشان حنتعمق فيه كتير يوم السبت اكيد يوم السبت مين هم السنز اه بدك تسألني اذا عم بموهو ولا اه بخوف ولا موهو تسع مباريات ورا بعض فايزين فوضعهم بدون دياندري ايتن اه هلا رجع اخر لعب اخر جيم اه بس انه اغلبهم ما كان عم بلعب اه طيب الفريق الجاي الشيكاغو بولز اه سجلهم اصدقائي على تويتر ست انتصارات وثلاث خسارات ضد الليكرز الكليبرز الوريورز المابز النتز السيكسرز السلتيكس والجاز بدون الباور فورورد والسنتر الاساسي تبعهم باور فورورد طبعا بات ويليامس تدعى للموسم وفوسيفيتش صار له اسبوع وشوي ما عم بلعب عشان عنده الكوبيد عندك ديمار دروزن معدل 26 نقطة زاك لفين معدله 26 نقطة بفعالية كتير عالية اسمع حتى قيم موجي بول زاك وديمار او زي ما يعرف وقال هلا دي بول زاك اسوأ نكنين بالتاريخ مين سماهم دي بول زاك ما بعرف هلا هاشتاغ بصراحة مش اسوأ هاكشي 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 لاعب سونيك السابق اسمه كيندل قيل يا سادر هنذكر كيندل قيل سماهم دي بول زاك هذا موزية على قناة شيكاغو دي بول زاك سماهم دي بول زاك بس اسمع دي بول زاك هدول الثلاثة انت عيدة انت ما اظن فهمتو دي بول زاك ما هو يعرف فاهم بس يعني لا حلو 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 اللقب حلو اسمع الحض خلناحكي عن رائع الحلقة هلأ اسمع القلمية بالمية لازم هلأ نحكي على سيرة دي بول زاك دي بول زاك رائع الحلقة اليوم اصدقائنا من مانسكيب مانسكيب افضل شفرة احلاقة او ماكينة احلاقة عشان تحمي دي بول زاك ده الرجام الجماعة بعتولنا بتعرفوا بعتولنا المكينة الحلقة وممتاز الحلقة بتقرأستعملها بالشاور تستعملها وين بدك بجسمك عليها ضو عليها ضو شفرات سيراميك لتحمي دي بول ساك اسمع طيب لا بس احكي لكم اسمع حكينا كل حد الحكي عن مانسكيب طبعا اضغطوا الرابط احكيه عشان المستمعين الجداد يا دويس المستمعين الجداد اه المستمعين الجداد نحن هي مزحة متخوت بس كمان جد السبونسور تبعنا مانسكيب ممتازين تضغط الرابط اللي موجود بتفاصيل الحلقة بيطلع عليك خصم 20% على هاي الماكنة انا واجه ان اياها كل فريق سوري جمهور عنده اياها عم نستعملها صارنا هل اكتر من شهر الامور طيبة ممتازة اكتشفت فيها اوبشن حلو كتير بتعرف مرات لما تاخد ماكينة معك بالسفر تحطها بالشنتة لما توصل الشفر بتكون خاصة البطارية عشان انت مكبوسة عبعض وتكبس الكبسة اه ايوة بالزغط هاي فيها زي تكبس كبسة وبتطفيها عشان خاصة انه تطفي تكون مطفية حتى لو انكبست بالسفر فأنا مثلا سافرت لسبوع الماضي حطيت المانسكيت بالشنتة وصلت كانت بطارية لسه مشحونة كامل فهي كمان اوبشن صغير اكتشفته فإذا بدكم مانسكيت اضغطوا على الرابط تحت تاخدوا خصب 20% نكمل على هدول التلاتة هدول تلاتة مع بعض الأول احسن لقب احسن لقب لازم اسم لازم مانسكيت كمان يعملهم سبونسورشيف لهم هدول التلاتة مية بالمية هدول التلاتة مع بعض هدول التلاتة مع بعض الأول بالتقييم الدفاعي الأول بالتقييم الإجمالي الأول بفرق النقاط الpoint differential والأول بالثري point percentage الشيكاغو بلزياء أو جي بخوفه ولا بموهو نعم بموهو شوف أنا حكيت لك قبل هذا الحكي كان قبل أسبوعين ثلاتة خلشو شو بيعملوا بالمباريات الجاي بالفترة الجاي وبعدين منقرر راح ترف الشغلي أنا كنت متوقع قبل الموسم يكونوا كتير أسوأ دفاعيا هجوميا ما عمري كان عندي خوف عليهم لأن هدول اللعيب هجوميين كتير كنت متوقع دفاعيا يكونوا أسوأ بس عندك شغلي ما شفت أثرها أنا ما توقعت أثرها سيما بصير على الواقع اللي هو الكمبو بين أليكس كاروسو ولونزو بول هدول التنين رعب رعب للفريق للفريق الخاص اللي عم بعملوه كتير حلو طاقة أليكس كاروسو وفهم لونزو بول ويدين لونزو بول كل هالأمور هاي كتير حلو اللي عم بعملوه فطبعا رفع من مستواهم الدفاعي واللي نحنا ما كنا متوقعينهم راح يكونوا مدافعين كويسين لأنه بالسابق ما شفنا اللي هم دروزن وفوسيفيتش وزاك دافين مع أنه بس بتشوفها عم بشدوا حالهم عم بلعبوا بطاقة مش موجودة بالعادة بتكون فدفاعهم ارتفع بس فبحكي لك ما بموهو مية بالمية بخوفوا بس لحد ما لسه فيه إشي ماسكني من أني أنا أرفع الشيكاغو بولز لمستوى المنافسين الأعلى منهم وهو إشي واحد بسيط جدا احضر لهم مبارياتهم فكر فيها هيك بدي أرجع عيد لك إياها فكر فيها هيك الفرق الثاني اللي نحنا رح نحكي ممكن تنافس على اللقب ماشي كلها لحد هلا فيه إشي ما عدا ممكن السنز فيه إشي ما عم بوزبط معهم ما عم بركب معهم فيه لفل تاني بيقدروا يطلعوه ما شفنا البولز من اللي أنا شايفه الإشي الوحيد اللي ممكن ممكن يرتفع من مستوهم اللي هو فوسيفيتش اللي السماع عم بلعب بس طلعت عرقامه يا أخي فوسيفيتش المشكلة عنده كمان إنه بكل مسيرته هاي السنة من مش كل مسيرته عم نحكي من 2014 2015 رابع سنة إلو بالنبيا لما بدأ يصير نجم هاي السنة أوطى معدل تسديدات أو محاولات من الملعب عم باخدها لأنه عم بلعب مع حد لاك التنين فعاليته ممكن تزيد وهذا الإشي رح يساعدهم أكيد بس ما أتوقع رح ترجع تشوف فوسيفيتش اللي بعطيك 2010 زي ما كان يعطيك 2010 مع أيام أرلاندو لأنه ما فيه الطابة بييد زاك لابين الطابة بييد دمار دروز طمت علي ف بخوفوا أه بخوفوا قبل الموسم أنا كنت رحكي لك إنه ممكن ينافسوا على هاي كانت الفئة اللي أنا حطتهم فيها هلا بقول لك لا أظن هم من الفرق اللي رح تتجنب البلاين بس حدهم رح يوصل بلكن الدور التاني لما يلعبوا مع عمالقة القسم الشرقي اللي هم بروكلين وملواكي وحتى ممكن مايامي مايامي نفس الإشي مايامي التسديد تبعهم بالأرض هلا هيتحسنوا بالزبط فأنا هذا اللي شايفه وهذا اللي عم بخوفني شوي مع البولز إنه شايف طريق سهل للتحسن لكل الفرق مع داهم حسسهم عم بيلعبوا بأعلى مستوى ممكن يلعبوا تقريبا وما بعرف دمار رح يصمد هيك زاك لفين رح يصمدوا هيك لأن الأرقام اللي انت حكيتها يعني مش معقول يا دويس دمار عم بحط تسديدات ضد الليكرز هداك اليوم في شوتي لو أعيدها عشرين مرة ما بفهم كيف دخلت اللي فوق اللي فوق ايدي آه كيف دخلها كيف بعرف إنه مالك الميد رينج بس من أصعب التسديدات اللي شفت حدا عم بحطها هذا الموسم زاك لفين عم بستلم برا القوس عم بستلم باسات وبلفي بشوت زي كأنه ستف إنه عم بعمل لك تيرن راوند بشوت ثري وعم تدخل ما هو شوف زاك صلوا سنتين عم بسويها بس ما حدش منتبه له زاك أنا كنت أحضر زاك يا حبيبي التحسن اللي عم اسمع زاك إذا بتلاحظ زاك المهارات اللي عم بتقنها هلأ عم بعمل أشياء كتير هيك معظم الناس ما حينلاحظوا فيها الفوتورك تبعه ممتاز الكروسوبر تبعه كيف بغير اتجاهه الهزيز تبعونه كليات هم مدروسة نعيب وعنده هلأ عنده هلأ تنوأ من الحركات والحركات ولسه مش محتاج يستعملهم كلهم قد ما فريق مرتاح حاليا مش محتاج بس خليناحكي عنهم أكتر كتير يوم من السبت بس اللي بدي أعيق أرجع بدي أحكي عنه وانت جب تصيرتها شوي الروح الإيجابية للفريق وهاي بتيجي من ناس زي أليكس كروسو ما بتقدر ما في إحصائية بتقدر تحكي لك قديش أثرها على الفريق بس هي إشي حقيقي مية بالمية عندك ناس مثل هذا الشخص اللي تعب على حاله وراح بنجيلي وكذا وهلأ صار لاعب أساسي بالنبي اي هذا غير روح فالفريق بيحترمه برفع روح الفريق ولما يشوفوه عم بيبدل هذا الجهد الخرافي على الديفنس كل حدا بيبدل الجهد الخرافي على الديفنس عشان الديفنس عقلية أكتر من أي إشي تاني يعني ممكن نفس اللاعب يكون على فريق عم بيخسره دائما ما هتبدل جهد على الدفاع عشان خلاص ما في روح الفريق بس هلأ تيروزن ولوين عم بيركزوا أكتر على الدفاع عشان عم لحظة نحن فريق عم منفوز وإذا ببدل جهد أكتر عم بيشوفو أثر جهدهم على الملعب وعلى الانتصارات فالبولز بيخوفو باتتفق معك طبعا ما بعرفت الطبقة العليا في المنافسة اسمع مية بالمية طلعوا فئة لفئة أي معك مية بالمية الخطوة الجاي هي لازم يطلعوا للفئة اللي فوقيها اللي هي فئة المنافسين المرشحين الأوائل يعني اسمع إذا صمدوا هيك بدخلوها بس اللي عم بيعملوها هلا يصمد لموسم كامل وبعدين بالبليافس لما يتغير اللعب يعني مش مزحة إذا سووها أف 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 بس طلعوا هالفئة بخوف أنا بأعطيكيها وما رح يكونوا خصم سهل أي فريق بلعبوا ضد الفريق الثاني الكليبلين كاباليرز أفضل أفضل تقييم الهجومي 22 تقييم الدفاعي 9 تقييم الاجمالي 11 تجيلهم 9 انتصارات 5 خسارات عندهم 8 لعيبة بالتسجيل عم بسجله 10 نقاط في المباراة أو أكتر يعني حاسب كابين لوف واحد منهم عشان كابين لوف 9.9 تخيل شو رأيك بفريق الكابز بخوفه ولا بموهو لو للإصابتين بحكي لك بخوفه مع الإصابتين بخوفه يعني مش بخوفه بخوفه أنا لما أنا عم باخد معنا بخوفه إنه ممكن يصمدوا زي ما هم هلا بخوفه بخوفه الموسم زي ما حكيت عن عن السيكسرز لما نصاب جوال أو لما طلع جوال صعب أشوفه من صمدين بالخامس لا يرجع إذن موبلي ولا يرجع كولين ساكستن السيكسرز لما حكينا عنهم وقت جوال لمبيد كانوا تاني ولا أول السيكسرز حاليا ثامن خسروا خمسة وربع كل مباراة لعبوها بدون جوال لمبيد خسروها أكيد تعالي لما أنت يروع عندك عناصر مهمة لهالدرجة خصوصا بلعبة تسلي اللي خمسة على الملعب بس شو راح بيصير بالليكرز بدون لبرون أكتر إشي أنا مبسوط له على الكاف هو ريكي روبيو عبي أنا قلبي هيك بنطفض لما أشوف ريكي روبيو على الملعب مبسوط له كتير نعم بلعب رجل رجل طيب رجل طيب هذيك اليوم حترت له فيديو قصيرة على تويتر عم بيحكي عن أمه أمه توفت من سرطان وهو عامل جمعية للسرطان وهيك إذا ما هذا ذهب ذهب الرجل ذهب وبستاهل كل خير هيحظه سيئ بالنبيا عشان ولا عمره كان على فريق محترم بعرفش كيف طارت منسوتا مسكين أبرد وشو هالفريق الفاشل منسوتا قاعد فيها كل عزه بعدين راح على سنة واحدة على السنز لما كان فري ايجنت نقل دستينات اللي بده إياه بعدين بعدينها بسنة شحنو جابو كريس بول فالمبسوط له قدير واتمنى يكون على فريق بنافس لعب مع الجاز يا دويس بس ما كان وقت لها الجاز كويسين أورب وصل البلايوف صاعدين صاعدين كان أظن روكي سيزن تبع ميتشيل أظن آه إشيه أنا ليش بتذكر إنه لعب مع الجاز فيه بمخي بتذكر الدفاع اللي لعبه على جيمس هاردن آه اللي من وراء من الراكت وكان يدافع وكان لابة زي الجاز أياما مستهيل أنساها لا أنا بحب روكي روبيو أنا بحب هذا الفريق تذكر إنت أنا قبل الموسم قلت لك فيه إشي حبه بهذا الفريق فيه إشي حبه بتركيبة الفريق ما توقعت إنه رح يكون خامس بعد أول شهر أنا توقعت يكونوا عم بنفسه للبلين تامن سابع تاسع إشي هيك بس بعدين أفن موبلي يا زرمي وحش وخلص تركيبتهم ضبطت كيفين لوف بطل زنيخ بطل قاعد بخرب عليهم داريس قارلند أخذ قفزة الجزء الثاني من الموسم الماضي لعب كتير حلو فيه بعدين هيك بدأ هذا الموسم نازل شوي بعدين مرة واحدة رجع طلع هلا عم بنعب كتير حلو متذكر حكيت لك عن داريس قارلند قبل شهرين يمكن قلتلك إنه كان في مقابلة مع ستيف وسألوا ستيف إنه مين فيه لاعب شاب صاعد ما عم بنحك عنه كيفاي قال لهم داريس قارلند فدائما لما العيب كبير يحكي عن هيك لاعب صغير لازم ننتبه هنا ف للأسف الشديد راح أحكي بموهو بس عشان الإصابات غير هيك أظن كان سمضوا به المراكز هلو اتهت اللعبة عجبتك عبيتها رعيدها مش نرور الأسبوع الجاي بس يعني بالمستقبل ملفت لانتباه على السريع تعرف إنه سجلي الروكيتس اليوم انتصار واحد و13 خسارة نعر يعني إذا سمضوا على هالموال بينه الموسم ب6 انتصارات و76 خسارة اللي هو نسبة انتصارات 70% أسوأ نسبة انتصارات 7% قصدك 7 مش 70 7% عفوا 7% 7% أسوأ نسبة انتصارات بتاريخ الدور يا دويس 2012 الشارلت بوبكاتس في 2012 بالموسم القصير لأنه كان وقت اللوكاوت 7 انتصارات و59 خسارة يعني نسبة انتصارات كانت 10.6% فالروكيتس على الطريق ليحطموا هذا الرقم إذا ما شنتوا حالهم شوي كيدي يوستف رقم 1 و2 بالتسجيل بالدورة الهدافين رقم 1 و2 هذا الموسم بس هم بعملوها بطرق كتير غير عن بعض وكتير غير عن عاداتهم أو مش كتير غير عن عاداتهم زي كأنه عم بزيدوا على اللي هم بعملوه وبكتروا منه دورانت بمحاولاته من الملعب ما عم بحكي التسجيل عم بحكي بالمحاولات اللي عم باخدها من الملعب عم باخد 76% من محاولاته من داخل القوس و24% من بر القوس هاي أقل نسبة من بر القوس من موسم 2012-13 31% ما بين 10 أقدام و16 قدم ميد رينج يعني الميد رينج بالزبط وهذا أعلى رقم له كنسبة بالمسيرة بالمسيرة تبعته بكتير كتير يعني السنة الماضية كان 25% من 10 إلى 16 قدم وغير هيك بمسيرته بس 3 مرات وصل للعشرين أصلا فعم بيركز على الميد رينج بطريقة كتير حلوة كاري بالعكس 34% من تسديداته من 2 point line أو داخل القوس 66% من بر القوس وهذا أعلى رقم طبعا أو أعلى نسبة بكل مسيرته هلا هو من 2016 من 2015 2016 لليوم دائما فوق 50% من تسديداته من بر القوس بس ما عمره وصل لل60 غير مرة واحدة 60% هاي السنة عم بشمد 66% فلما اطلعت على الأرقام هيك إنه قعدت أفكر فيها وش اللي عم بسير والجواب برأي وبيدي أخذ رأيك أنت الجواب هو العمر كبره بس مش بالطريقة اللي أنت بتفكر فيها مش بطريقة إنه اوف أنا صرت عجوز مش قادر أعمل العكس أنا شايفها إنه صاروا يفهموا اللعب أكتر صاروا يفهموا هم نقاط ضعف الخصم ونقاط قواهم وهم شو بيقدروا يعملوا أكتر وخلص صاروا ينقوا يعني دورانت اكتشف إنه إذا بدخل على الميدرينج بعد خطوة خطوة تانية ويبولز أب ما حد بيقدر يعمل إشي ستف عم بيقول لك أنا أحسن مسدد بالدنيا وصار عندي فريق هلا بيقدر يقعد يوزع اللعب معي ويعطي باسات يلاقييني لما ألف حوالين سكرين صراحة ما فكرتش فيها إنه ليش بس عاجبني اللي عم بيصير إنه عم بيصير فيه تنوى أكتر عم برجع التنوى بكلة السلة كان خلص كنا عم نمشي على طريق إنه كل حديات ثلاثيات يا سلالم يا عم تخترق سلالم كيفن دورانت عم برجع الميدرينج ما لك الميدرينج ليش لأ إذا أنت عم بتسدد الميدرينج بـ 64% 64% هلا بعد هاي كانت الإحصائية قابل مباراة الليلة المبارح ضد الوريورز عشان ما لعب ممتاز بس كان عم بيسجل ميدرينج بـ 64% طيب إذا عم سيئة خلاص هاي أوتوماتيك كان ليش لأ فهذه هي نقطة قوتو ستيف هداك إنسة هداك نوع تاني ستيف نقطة قوتو من برا القوس ستيف مفروض يسدد 70% من تسدده من برا القوس هذا المفروض اللي عم بيصير فأنا عجبني هذا التنوى اللي عم بيصير عجبني كتير عم بيقلب دانكن روبينسون شفت اليوم ضد النتس كيف كان رهيب يا زامي جمهور بروكلين جمهور بروكلين عم بيشجعه عم بيشجعه كان مش معقول هل ديش فكرك هاي عصبت كيدي هو ترك الوريورز عشان إنه لو شو ما سوى لأنه كيدي بيكون عصب هي لأنه كيدي ما اسمع لو لو تشوف شو اسمه الحساب هذا بيريز وولد وايد ووب واحد من أحد الحساب هذا على تويتر فس حط تويت إنه Go see كيبن دورانت's likes فاروحت عا كيبن دورانت شفت على شو عم بعمل لايك بعد المباراة طبعا بعد ما خسروا كان في مقال كاتب واحد صحفي من الوريورز عن إنه الوريورز فائزين الطلاق بين كيبن دورانت والوريورز فكثير ناس عم مغردينها وبقولوا إنه شو هذا الحكي الفاضي وهيك وطبعا كيبن دورانت عمل like لايك 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 على كل الناس ولا على المقال لايك مش على المقال على كل حدا بحكي إنه المقال هذا يزبالي على كل حدا بحكي إنه المقال يزبالي لك عمل له خمس ستة لايك ثم بعد مباراة يعني ساته معصب طبعا ساته كيبن دورانت عقيته الصغيرة هاي ما تغير التسجيل بالدوري يا دويس الموسم الماضي كان في 17 لاعب أنهل الموسم بمعدل 25 نقطة أو أكتر اه اثنين أنهل الموسم بمعدل 30 نقطة أو أكتر تمانية بمعدل 27 أو أكتر اللي أنا وإياك متفقين هو الرقم السحري للهدافين بالMBA انت بتدخل نخبة الMBA لما توصل 27 نقطة وفوق الموسم هاد عندك 9 لعيبة فقط معدل 25 نقطة أو أكتر لحد الآن ثلاثة فقط معدل 27 أو أكتر ولا حدا موصل لل30 نقطة اسمع هيك لازم يعني 30 نقطة مفروض تكون صعبة آخر 4-5 سنين مع التحكيم الزبالة اللي كل محد ينلمس أو هيك يرمي حاله بالمدافع ياخد free throws هذا خلاص شغلوه كله هلأ إذا بدك تسجل 30 نقطة بدك تسجلها بصعوبة زي ما كان تريسي مغريدي يسجلها زي ما كان كوبي يسجلها زي ما كان أم جي يسجلها هيك بدك آيبرسون طبعا آيبرسون يعني بدك تكون من النخبة جد من النخبة النخبة لتصل 30 نقطة يعني برادلي بيل عيني وراسي مش النخبة رأي أنه ممتاز ممتاز جيد جدا رائع بس هي مش وليس على نفس اللابل تعد لك فأنا بسود كثير نرجع في دفاع الملعب عشان عم منشوف هلأ مين جد النخبة بالتسجيل نأخذ تايم اوت نأخذ تايم اوت ونرجع لباقي الحلقة رجعنا من التايم اوت يا دويس وبدنا نحكي عن الروكيز بدنا نحكي عن تقارير أو علامات الروكيز بعد شهر واحد خش على أكمل واحد هون وهناك بس قبل ما نحكي بروكيز اليوم جدت لك أكمل رقم عن الروكيز بالسابق لأنه أغلب الروكيز صاروا لعبين على القليلة عشر مباريات اليوم كيد الوحيد اللي ما لعب عشر لعب تمانية لأنه كان مصاب لأول أكمل مباراة بالموسم الباقي لعبين اتناعش اتناعش طلعت على أرقام روكيز من السابق عساس أشوف مع مين نقدر نقارن وهيك ويعني اللي استنتجته أنه بتقدرش تعرف إشي عن مسيرة تروكي بعد ما تطلع أول عشر رقم لأنه أحكي لك إياها في عندك عجهة واحدة لعيبة دمروا الدنيا بأول عشر مباريات إليهم يعني ويلد شامبرلين بأول عشر مباريات إليه كله معدلوا كان 100 بوينت 500 ريبونت 37 نقطة 31 ريبونت أسست ونص خد لك خد لك كريم 28 نقطة 16 ريبونت 3 ونص أسست أم جي 27 6 تقريبا ريبونت 4 ونص أسست شاك 24 16 ريبونت أسست ونص آيفرسن 22 5 ونص ريبونت تقريبا 6 أسست هدول بدعوا بأول عشر مباريات دخلوا على الدور يدمروا الدنيا ماشي بس بعدين عندك على الجهة الثانية اللي بأول عشر بيعملوش اشي ستف 9 نقطة 2 ونص ريبونت 4.7 أسست ديرك 7 نقطة 4 ريبونت غارنت 7 نقطة 4 ريبونت أسستين هاردن 6 نقطة 2.7 ريبونت 3 أسست كوبي أول عشر مباريات لإله 5 بوينت بر جيم ريبونت وأقل من نص أسست فهدول العكس عندين عندك بالنص اللي يعني أرقامهم معقولة لأروكي لبرون 17 6 6 6 5 دونكن 16 12 2 باركلي 13 7 2 جاري ويس 13 نقطة ما بتقدر أصلا تطلع ريبونت أسست عيامه كوبي مالون 9.7 بوينت 7 ريبونت 2 أسست وإذا بدك تقارن للإجداد ع نفس الموال فآخر خمسة بيكس آخر خمسة اختيارات أولى بالدرافت الماضي واللي قبله واللي قبله أنتني أدواردز 13.6 بوينت بر جيم 3 ريبونت 2 أسست زايون زايون الوحش اللي بيناتهم كلهم 22 7 ونص 2 2 دي أندري إيتن 16 11 3 ونص فولتس المسكين فولتس 6 ونص 2 ونص 4 ونص وبن سيمينز بن سيمينز خش مدمر الدنيا 18 بوينت بر جيم تقريبا 10 ريبون 8 أسست يعني أرقامه بأول 10 مباريات لإله أحسن من أرقامه الموسم الماضي لبن سيمينز يعني جزاست فخلاصة الموضوع أنه الأرقام والأشياء اللي رح نحكي فيها بعد 10 مباريات أو أكتر من 10 مباريات بشوي ما إلى خص بشو رح يصير مع هذا الروكي بالمستقبل يعني حبينا نعطي شوية كونتكست للجمع هلا رح نبدأ بالتوب 5 أو توب 6 حتى لأنه جوش قدي بستاهل ينحكي معه رح نعطيهم كل واحد علامة نحكي نناقش أنا بعطيهم علامة أنت بتعطيهم علامة وبعدين رح نحكي عن أكمل واحد هون هناك ما كانوا بالتوب 6 بس بستاهلوا ينحكوا عنهم ورح نبدأ طبعا بكيد كونينغام الأول البيك الأول الزلمة معدله لحد الآن 13.4 5.5 3.6 بس بنسى بكتير واطية أقل من 35% من ملعب وأقل من 28% من بر القوس بس ما لعب أخلى بالبري سيزن بعدين راح عليه أول مباراة أربع مباريات بعدين لعب مباراة رجع قعد كمان مرة بالمباراة السادسة فراح عليه خمس مباريات فالزلمة لسه شوية شوية عم بتعود على الام بي اي وكانت بداية كتير بطيئة جبنا سيرتها قبل أسبوعين ثلاثة 8 نقاط بأول مباراة بين بنسبة تزديد 23% من الملعب و14% من بر القوس بأول أربع مباريات بس بآخر أربع نسبه ارتفعت 46% من الملعب و40% من بر القوس وآخر مباراة له شفناها قبل ما نسجل هاي الحلقة دمر الدنيا 25 نقطة 8 ريبان 8 أسيس كلهم كارير هايز بتحضر هذيك المباراة انت بتفهم ليش هو كان الزلمة بقدر يسجل من جوة بقدر يسجل من بره شمت خمس تريات بقدر يصنع لعب كبير حجما بقدر يلم ريبان حلو كان لعب كيد كونينغام عطيني رأيك كيد الحلو فيه انه تحسه بقرأ المباراة مثلا تحسه انه قاعد عمهله بقرأ المباراة بعدين بتحسن يعني بتحسن كان عنده كورتر رابع 6 ضد من جاب 14 نقطة مرة ضد الرابترز وفائز المباراة انت بتعرف شو عم بسي ضد الرابترز شهر الجاية حيبين اكتر حتى زي ما انت قلت كان مصاب وحياخده وقت بس لا ياخد فريقه ما بساعد شو مباريات اه طبعا فريقه سي اربع ستارترز بقدر يكونوا لسه بالجامعة اولا اه فريق صغير احكيد تانكين هم مية مية انا اعطيته علامة بس اغلب هاي العلامة اغلب المباريات اللي حضرناها بأول شهر ما لعب منيح بها بتوقع اذا عملنا هذا التقرير بالمستقبل كمان شوية رح يكون زايد كتير يعني اسمع اللي جابه ضد ساكرمنتو 25 بوينت تماني ريبون تماني عادي يخلص الموسم بهيك بوينتو مش 25 بس انه 28 28 27 27 هيك بتوقع بخلص لا الله لانه موجود على الفانتسي تابعي ساعدني كتير اذا هيك كيف موجود على الفانتسي تابعي اه بالليغ التاني اه بالليغ انت ما بتلعب انا انا اضطيته انا انا كمان كنت عارف انه هيبدي هاد الاسبوع حطيته اول مباراة ما خيب ظني حط هاي الكرير هاي تابعه التاني اللي على الفانتسي تابعي جيلن جرين خيار التاني جيلن جرين الروكي الوحيد اللي سجل 30 نقطة لحد هلا وعملها بتالت مباراة لالو بالمبي اي او مش تاني اسرع روكي عادل مايكل جوردن كاسرع روكي بحط 30 نقطة بمباراة بعدد المبارايات يعني جوردن عملها بالمباراة الثالثة و جيلن جرين عملها بالمباراة الثالثة وشو شو حكها بعد ما خلصت المباراة قل لك بعد ما اول ثري دخلت ستحالي تمام بعدها ما شفت ولا تسديدي ما حبيتها وهاي خلاصة جيلن جرين لليوم مش بس بهديك المباراة بمسيرته لليوم بالتناعش اربعة عشر المباراة اللي لاعبهم اللي هو عم بسدد بنسبة 36% من الملعب 27% من برا القوس الزلمة رياضيا بدنيا خرافي 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 فيه له كليب ما بتذكر مين كيفن بورتر ولا حدا عم بعطيه باس باس سبعة متر بالسماء بنط بالبري سيزن بييد واحدة وبنزله انه زي نفل بدنيا كتير خرافي انحكت كتير هاي من قبل الموسم وانا معهم بحكولك هذا الزلمة ممكن يقود او يكون الهداف تبع الانبيئي يقود الانبيئي يتصدر الانبيئي بالتسجيل بمسيرته بس هلا الفعالية تبعته كتير واطية وطبعا هو عم بلعب مع الروكيتس اللي ما عم بيساعدوه بهذا الاشي من مرة فانا معطيه سي سي بلاس سي بلاس مني اه اه اتفق معك اثليت اثليت رياضي رياضي وحلو انه الروكيتس عنده ضو اخضر يسوي البدية فهي تساعد اوزون اعطيه ثقة شوي الروكي الثالث الخيار الثالث افن موبلي افن موبلي ثاني من بين كل الروكيز بالتسجيل معدل 14.6 الثاني بالريباوندينج معدل 8 بسدد من نسبة 49% من الملعب طبعا حكيناها بأول حلقة نصاب للأسف الشديد بس هذول الأرقام مش الاشي اللي بميزه افن موبلي يا اخي رأعطيك احصائية خبية شوي متصدر الدوري كله بكونتستد شوتس بر جيم يعني بأثر على تسديدات اكتر من اي لاعب تاني بالانبيئي 14.8 لكل مبار الزلمة دفاعيا حكينا عنه اظن قبل اسبوع اسبوعين ما اظن توقعته يكون لهالدرجة انه بقدر يتحرك على البريمتر ويدافع جوا في نفس السلاسة هاي احسن روكي دفاعي منشوفه من امتى لان انا قعدت افكر فيها كدفاع اظن بدا ترجع ال 97 ل تم دونكين اوف تم دونكين في عندك ممكن اه يعني كتئين اصعام بيحكوا انه بذكرهم بكابين جارنت كيف اول ما دخل كان هيك شكله بلبك بس انا بقول حتى كاروكي فاهم اللعب فاهم اكتر فاهم اكتر اللعب 10 مباريات عم نحكي مش بوسم 10 مباريات انتوني ديفيس انتوني ديفيس لا انتوني ديفيس كاروكي ما كان هيك جاهز اخذته شوية ما هي طبعا فهم الدفاع باتفق معك 100 على الهجوم عنده باسات كتير حلوية خاصة من لما كان مع جاية قال من من الهي بوست واللو بوست كان في تفاهم مع جدير حلو هيك وشايف الهجوم بنضوج غريب داخل جاهز انا ما حكيت لك اول الحلقة انه اخذن كان هو احسن لاعب على الكابز هذا الموسم اذا مش احسن لاعب متعادل احسن لاعب هو ديريا سكارلن لهذه الدرجة يعني وعا كابز فريق كابز في عندك لعيب من ناح عندك 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 وحش عنده مشكلة واحدة بس لاحظ حط عينك عليه لما يرجع رح تأثر عليه شوي اذا ما زبطها الريليس تبعه كتير بطيء لما ينسك الطابق يريد يشوت عركته كتير بطيئة لما يكون عليه مدافع ممتاز رح يتأثر منها رح يتبلك كتير فلازم يسرع الريليس ناح يشوت الخيار الرابع انه ما عم بتبلك سكوتي الخيار الرابع الفيوتر جروت بارنز متصدر كل الروكيز بالتسجيل بالريباوندينج بالدقائق اللي بلعبها بكل مباراة تاني بالفيلد جول برسنتيج تاني بالبلوكس خامس بالأسيست وخامس بالستيلز بس عم بسدد بنسبة 18% من بره القوس يعني اللي حكونا عنه 100% بس أحسن وأسوأ لأنه قالوا لنا بيعرفش وقالوا لنا بقدر يعمل كل إشي تاني اجا وعمل كل إشي بقدرش بقدرش يسدد من بره القوس تسديدته زبالة من بره القوس بس من جوه أحسن من ما بتتوقع بالتسديد وعم بسدد بنسبة 79% من خط الرميات الحرة وهاي بالعادة بيقولولك شغلة مطمئنة لما انت تقدر تحط الفورم تبعك وتقدر تحط ممكن تساعدك بالمستقبل للتسديد فأنا مطمئن منها هاي الشغلة الزلمي ريباوندر ممتاز عنده هاي second jump كتير سريعة كتير سريعة والباسات تبعته الباسات تبعته يا دويس عنده رؤية هلا هو ما عم بيستلم الطابة كتير ك بالhalf court sets عم بيطلع لما يكون fast break بيطلع فيها بس بشكل عام فريد فاندليت والpoint guards هم اللي عم بيستلم الطابة ووزعوا لعب بس مرات بتشوفه بعطي pass هون هناك وانت كيف شفته كيف وصلت pass لألف انا كتير متحمس على هذا الاشي بدي أعطي علامة A plus وطبعا للعلم انا مو بلي نسيت عطي العلامة تابعته بس A plus هادول التنين انا معطيهم A plus و A plus انا اتفق معك A plus وبزيد عليك عشان مش متل ما نحكي عنه افضل بكتير ما ما نحكي عنه اللي ما نحكي عنه او اللي ما نحكي عنه كفاي كديش هذا الرجل رجل جوثة 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 يعني هادا رجل عمره 27-28 سنة هيك جوثة جوثة انه هاي الريباوند اللي عمل 3 dribble ورح حدنك بسهولة اشياء يعني زي يانس يعني اشي هيك يعني يانس كان طوله 6-9 لما دخل على الانبيه للعلم هو هاد طوله 6-9 بس عم بحكي يعني 6-9 6-9 مزبوطة يعني 6-9 أزون بدون الحذاء كمان وضخم وبلعب دفاع وعنده كمان روحه ايجابية الشاب شكله جود فيبز دعم يبني دعم يضحك ومتحمس وبنطنت وهيك هاي بتفرق لدرجة انه نيك نورس بثغ فيه يعني واثق انه خالص هذا يمشي لعب عم بلعب كلاعب مخضرم بيشوف اللعب كأنها بطيئة يعني مش هيك في كتير لعب يدخل على الان بي وحنحكي عن واحد هلأ ويدخل الان بي بانه الان بي سرعة أكتر انت عم تاخد عم تاخد قفزة ب البيس تبع اللعب بوتيرة اللعب سكوتي بارنز داخل اوكي عادي يعني سكوتي بارنز افضل بالان بي ما كان بالجامعة بالجامعة معدل وكان عشر نقاط بالمباراة بس ولعب سنة وحدة كيف دخل على الان بي هلأ وعم أحسن I believe انت لاي فإنه يا وفمان ده لا صراحة يعني ما بلاكس تفوق التوقعات تفوق التوقعات أنا ما كان قصدي انه تفوق ولا ما تفوق أنا كان قصدي البروفايل تبعه اللي حكولنا عنه كلاعب مية بالمية بس صح انه أحسن بالأشياء اللي انت قالوا لك انه منيح فيها وأسوأ بالأشياء اللي مش منيح فيها اللي هي التزديد يعني 10 pointers بديش أشوفه بسدد الموسم كله رقم خمسة كان جيلين ساقز أنا حكيتها أظن قبل أسبوعين انه لما الناس تبدأ تتساءل إذا الروكي التاني اللي تأخذ بعديك بالدراف تحسن منك هاي مشكلة و جيلين ساقز هيك عم بيصير معه ومع فرانس واقنر اللي هلا من جيب سيرته 11 نقطة 3 rebounds 3.5 assist بنسب كتير واطية 31% و20% والturnovers 3.5 بالمباراة متصدر كل الروكيز وانت جب تسيرته هلا عكس ما بتحسه مرتاح مع السرعة وأحجام اللعيبة اللي بالدوري مش عم برتاح عالملعب شوف أنا هاي أكتر واحدة من تفاجئني صراحة عشان جيلين ساقز الوحيد يحتطله بالكوليج عشان كان بجونزاقا ووصل للشامبيينشب جيم فحضرته بالنسي تورنمينت والرجل كان نجم نجم يعني مستحيل أي حدا حضره بالنسي تورنمين قل لك لا هذا مش حينفع بالنبي بجونزاقا خلاليتي ببينا مبين عليه معدنه غير فأنا بقول سيتحسن بداية صعبة بس بتفاجأ كتير لو ما تحسن يعني متعلي إنه هذا مش قليل كان يعني اللي شفنا اللي سوا كان كتير مميز بالجامعة بس هادي بورجيك يعني واحد زي سكوتي بارنز عشر نقاط بالجامعة بفريق ماكا عم بلعب كتير منيح بالن بي ايم بدع يعني حاليا هو أنا بحطه روكيوف دي جيلن سوغز بداية صعبة واللي ما عم بساعده انه الباك كورت ميت تبعه عم بلعب ممتاز كول انثني يعني عم ببتح شوارع فما في مجال كتير له كمان هو ياخد راحته زي مثلا جيلن جرين امسك جرب معك الطابع انت مشي اللعب بي اردي في عندك كون انثني عم بسدد نسب كتير عالي عم بسجل فوق لعشين نقطة مباراة عم بلعب ممتاز هاي كمان ما عم بتساعد situation تأثر كتير كمان الفريق جيلن سوغز علامته دي حد الآن اه جوش قدي تسع نقاط فقط 6.6 ريفونت بس 6.2 أسيست بتصدر كل الروكيز بالأسيست فر جيم وبكتير ما في حد مقرب عليه يعني قلتلك بارنز تاني وبارنز 2.2 اشي الزلمة كرييتف بلير يعني الحلو فيه انه رؤيته على الملعب حلوة عنده باس هداك اليوم ضد الليكرز واقف هو ورا الثري بوينت لاين مسكها بإيد واحدة وزدتها لداريس بيزلي اللي كان واقف على الباس لاين اللي عكسه الباس خرافي انه لما تشوف واحد بيعمل هيك وهو مخضرم كريس بول تيكي واو شو هالباس الحلو هادا اللي مسكين ما عمره لعب حتى بالجامعة كان يلعب بالدوري الأسترالي ودخل عليهم وبعمل هيك باسات اعرف انه فيه اشي مميز الكورت بيجين تبعه والبلايميكين تبعه وحلوين والله اسمع الدوري الأسترالي اعرفش ليش دايما نحنا هيك منشخ علي لما نحكي عنه انه مكننا نحكي عن لميلو بول او حتى مش بس نحنا اعلام امريكا جنلا انه عم بلعب بالدوري الأسترالي والله شكل الدوري الأسترالي نار اجا اجا منه لميلو بول واخد روكي أوف ديير وهي جوش قدي ادخل على الان بي اي وكمان عم بفتح شوارع يعني لازم اظن لازم احترام للدوري الأسترالي واضح ان الدوري ممتاز سعر طالع عملة طالعة الدوري الأسترالي عملة طالعة اه كمان اربع عالس سريع فرانز واغنر ثالث بين كل الروكيز بعدد دقائق بكل مباراة 13.4 ريبان 2 أسيست عم بسدد بنسبة 37% من برى القوس هو واحد من فقط اثنين روكيز عم بلعبوا دقائق كتير وعم بسددوا منيح من برى القوس منيح الحلو فيه فرسيتيل انه مدافع جيد عنده IQ منيح رح يكون لاعب منيح انا بعطي علامة بي بلس وهو للعلم الروكي اللي حكينا فيه اللي عم بحكوا عنه بأورلاندو انه عم بلعب احسن من جيلن ساكز فرانز واغنر كريس دوارتي ثالث بالتسجيل من بين الروكيز هو الروكي التاني اللي بحكي لك عم بسدد من برى القوس منيح عم بسدد بنسبة 40% بس عم باخد 5.5 محاولات كل مباراة يعني عدد كبير مش مزحة الزلمة عمره 24 سنة ففي منطق ليش هو مرتاح اكتر من باقي الروكيز يعني خلاص كبير متعود على جسمه طقمان شوي كل هالأمور هاي اكبر منهم خمس سنين كتير بس خمس سنين وعطي ايه لأنه بصراحة عم بلعب لعب حلو وعطي ايه أنا كعلامة آه لا شوف هلأ إذا بدنا نصنف الروكيز حاليا سكوتي بارنز أول أم الموبي تاني أو في ناس ممكن يعني كسوهم بس الثالث هو دوارتي لحد الله انا معك 100% ديفيون ميتشل انسى كل إشي إحصائيا على الهجوم احضر مباراة للساكرمانتو كينجز وبس اطلع دفاعه بس احطر دفاعه ياشو بقولولك دوار هي دوار رهيب رهيب بعطيه بي بي اه باتفك الأخير اللي بس بدي أجيب سيرت اسمه ما رح عطيه علامة لأنه ما شوفنا كتير اللي هو كومينجا لاعب الوريورز الزلمة طاقته خرافية وستيف كيرر بده بآخر أكمل مباراة يستعمله أكتر فأظن إذا رجعنا عملنا التقرير هاد بالمستقبل رح ينعطى علامة ورح ينحكى اسمه لأنه عم بلعب منيح كمان هو لاياخته خرافية شوفنا لو أكمل حركة بالبري سيزن أو بالسامر ليج كانت اوف هيك يعني اكسبلوجين انت لين زي جيلين جرين عنده هيك مرات ممكن تطلع لك بدنكات خرافية سوق الكريبتو سوق الكريبتو شو في سعره طالع شو في سعره نازل أبلش أنا سعر طالع كريستا بورزينغس آخر 3 مباريات معدل 27.7 هنقول 28 10 ريباوند و 3 بلوكس البلوكس وبنسب كتير عالي 55% الملعب 50% من الثلاثيات 90% من الفري ثروز والمابس فازوا 5 من آخر 6 كريستا بورزينغس طالع سعره طالع الشخص الثاني اللي سعره طالع لو دورت هلا كلنا بنعرف انه لو دورت مدافع شارس صحيح ما في أي خلاف على هذا الموضوع بس اللي عم بثبت لو دورت انه هو كمان مهاجم مش بطال أبدا صار له 4 مباريات و 4 عم بحط فوق 20 نقطة ضد البليكن 7 حط 27 ضد ساكرامنتو حط 22 ضد بروكتن حط 20 ضد ميامي حط 20 فلو دورت وهذا على عقد ممتاز للفريق أرخص عقد يمكن بكل الدوري انه كان اندرافت وهيكا فالمنمم تبعه كتير واطي وقعه وكيفه وقع الموضوع فلو دورت جميل مي عندك انت سعر طالع عندي اكمل سعر طالع اول اشي كايل كوزمة مش عشان اللعب انسى اللعب شفت له لقطة في قناة تلفزيونية بكليفلند حاولت تتخوت عكايل كوزمة وحطت بالكابشن انه فاز صوروا المقابلة تبعته وحطين تحت انه هو فاز خاتم عشان لبرون فهو راح عمل ريتويت وحكى مرحبا كليفلند انا وياكو عندنا اشي مشترك التنين نفوزنا خاتم عشان لبرون فهو مبروك انا بموت اشي اسمه تراش تاوكينج كايل كوزمة جبتها يا وحش سي بي ثري سي بي ثري العجائز اللي زينا لازم ينبسطوا لما واحد زي سي بي ثري يعمل اللي عم بيعملوا انه رافع راسنا الزلمة متصدر الدوري بالاسست وبالستيلز بعمر الستة وثلاثين سنة ولسه قاعد بتلاعب بالمدافعين قاعد ببلل هاد من هون وهداك من هناك دربل من ورا يمين الشمال فيكس عمر ستة وثلاثين سنة مبسوط مبسوط سعر طالع وطبعا تسع انتصارات ورا بعض شو انا احكي دي جون تيموري يا دويس السبيرز ما عم بيفوزوا عم بيخصر بس دي جون تيموري عم بقدم موسم محترم 18.8 اسس 8 ريبان بالمباراة هو اللاعب الوحيد على هذا الفريق اللي عنده استمرارية كالدن جونسون طالع نازل ديفن فسيل طالع نازل ياكوب بوتل مش عم بلعب لانه طلع مصاب السبيرز وضعه مش شوي مأساوي بس دي جون تيموري كل مباراة ببين كل مباراة بقودهم حبيت اللعب تبعه فسعره طالع واخر واحد سعره طالع تري يونج صديقي عزيزي اول تسع مباريات له يا دويس معدل 22 نقطة 9 ريبان 9 اسس 3 ريبان باخر ست مباريات معدله 30 نقطة 9 اسس 4 ريبان الفريق الكبير بين اول 9 واخر 6 انه نسبة التسديد تبعته من الملعب زادت من 41% ل51% وما بتقدر تحكي انه زادت عشان عم باخد فري ثروز اكتر ولا ليهو لانه اعداد الفري ثروز المحاولات من الفري ثرو لاين ظلت زي ما هي تقريبا نزلت حتى شوي وبعدين تعطيك هالمعلومة الحلوة تعرف انه تري يونج صار مسجل 40 نقطة بمسيرته 17 مرة هلا هو متعادل مع كي دي ومع لبرون لتالت اعلى عدد مباريات وتسجل فيها 40 نقطة باول اربع مواسم للاعب من موسم 76-77 لما صار في المرجر وبصراحة انسا ايام قبلها كانت ارقام كتير غير ف مين عندك فوقي لازم يلحقهم اذا اذا بده يلحقهم اذا بده يطلع يبطل تالت لازم يطلع عنهم باول اربع مواسم شاك شاك عملها 21 مرة فناقصوا اربع عشان يعادل شاك خمسة بطلع عنه واللي فوقي لشاك مايكل جوردن مايكل جوردن باول اربع مواسم سجل 40 نقطة 62 مرة بستحيل يلاحقه يعني بس تعرف اللي اللي يسمع الرقم خرافي بس اللي بيخليه خرافي كتير اكتر بتتذكر انه مايكل جوردن الموسم التاني يقوله ما لعب كم وصاب كاسر رجله يالله ما لعب وانت عم تهكي نحط 62 نقطة بتقريبة 3 مواسم 62 حط 40 نقطة 62 مرة ب 4 مواسم لما شفت الرقم خف عقدي مايكل جوردن اشي تاني هدول الاسعار هم طالع عندي عندك سعر نازل عندي واحد بس عشان حدثت له المباراة كاملة يوم الصباح بلايك ريفن حرام يعني عم بحطوه على سويتش على البرامتر يدافع يعني ماهزل شوي وبين هيك عم بتبلك كتير يعني حرام هيك سعره نازل ولا خايف عليه انت حصتك حزنان عليه انه خلص اقعد على البنش عشان هو كان يحلق بس الاصابات لعنا تشكله هل هيك صار هو وتحسه عم بتعب في المباراة انه عم بيحاول كتير هذا الهلو فيه انه عم بيحاول مش مستسلم انه هو لازم يسوي كل الاشياء الديرتي الديرتي بليز انت هاي الان 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 هاي مش لابك تلو كان هو نجم فهيك نجم سعره نازل انا عندي سعرين نازلين ادارة الليكرز عشان قصتين طلعوا الاسبوع دخلها بحركات عملوها بالصيف القصة الاولى أليكس كاروسو أليكس كاروسو بعد ما عرض عليه 30 مليون من البولز هذا الصيف وما كان بده يترك الليكرز كان بده يرجع للليكرز نعرض عليه 30 مليون قارنتيد العقد تحت العشرة بشوي لأربع سنين بس 30 منهم قارنتيد راح حكى لوكيل أعماله ما بدي أنا أنا بدي أضل مع الليكرز إذا سمحت احكي لهم إني أنا بضل معكو إذا أعطيتوني سنتين وعشرين مليون راح عرضوا عليه سنتين واربع وعطوا تيلن هورتن تاكر 3 سنين و 31 مليون فضيعوا عحالهم أليكس وهينا شايفين قديش أثروا على فريق ممتاز والنقطة المهمة إنه تيلن هورتن تاكر مين وكيل أعماله كلتش بالزبط فهم أعطوا المصاري راح عليهم أليكس ناسين إنه أليكس كاروسو وليبرون جيمز كتير لابقين عبعض كتير كانوا يحبوا يلعبوا مع بعض ضيعوا حالهم أليكس كاروسو فهاي واحدة اثنين تعرف ديمار دروزن كان هلا بأليه عم بلعب مبارايتين مع البولز ضد هو من أليه راجع أهله فعم بسألوه عن كل هالأمور هاي حكا قصة إنه قبل ما يتاجروا الليكرز بمص فريقهم عشان يجيبوا رس كان هو متفق معهم أو هم متفقين مع السبيرز عساس يعملوا sign and trade يجي لعندهم ديمار فالدمار كان رايح عند الليكرز بعدين قرروا إنه لا بدهم رس نقوا رس على ديمار وشوف ديمار شو عم بعمل شوف رس شو عم بعمل فسعر نازل إدارة الليكرز على هالحركتين إذا فازوا البطولة ما حدا رايحكي بهذا الموضوع إذا ما فازوا البطولة أنا متأكد رح يرجعين حكا فيه كتير هذا الحكي نهاية الموسم والسعر الثاني النازل كيفن بورتر جونيور أو بالأحرى تجربة بول سايلس بهيوسدن باستعمال كيفن بورتر جونيور كبوينت كار لأنه الزلمة هلأ معدل 12.7 نقاط 4 ريباوند 5 أسست الأسست نازلين من السنة الماضية ورابع في كل الانبيئي بالتيرنوفر سپر جيم والخمس اللي معه بالتوف 5 أو الأربع اللي معه بالتوف 5 اللي غيره كلهم بوينت غارد نسبة استخدامهم كتير عالية رس هاردن بول جورج و لوكا بول جورج ليس بوينت غارد بس يلعب كصانع علعاب مع الكليبرز فخلص ما تستعملوا كيفن بورتر جونيور كصانع علعاب يا أخوان و ما شو زي ما كان السنة الماضية شوتين غارد على وينج بلاير شغلته يسجل مش شغلته يصنع لعوب فسعر كيفن بورتر جونيور و تكتيك الهوستن روكتز نازلي شوية وحش الأسبوع أظن واضحة صح دمار 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 دبولزاك و للموسم 26 نقطة و لهذا الأسبوع 27 نقطة مباراة والبولز فايزين 4 من آخر 5 دمار مانيك المدرينج كتير حلو أنه كان فيه ملعب الليكرز ملعب ستيبلز اللي هلا صار اسمه ملعب كريبتو راح يزير اسمه راح يزير اسمه تلاقي هيك خليفة أو تلميذ كوبي كوبي قاعد بيورجيهم الفوتورك والفيداويز والميد رينج بستيبلز يعني كيف ليش ما يجيبوا الليكرز ما بار يعني شوف من أليه اسمع كتير نحقق أنه صفق الدمار يعني لما وقع مع البولز كانت نصبة صح صح مزدوط بس بس مش نحن نحن عجبتنا أثبت الكل غلط مستاهل وحش الأسبوع 100% آخر كلمة لليوم يدويس قل لي تعرف أنه الراكت عم بدفع 44 مليون واللي هو لجون وال عشان يقعد ببيته صح جنوني شوي يعني لما تفكر فيها أنه أنت عم تدفع للاعب 44 مليون عشان يقعد ببيته شوي جنوني الوضع صح طيب لاعب مع الليكرز من 19-10-2017 رح يوقفوا يدفعوا له بعد نهاية هذا الموسم بعد هلأ عم بتفعوا له يعني خمس سنين عم بتفعوا سادسة على راتب ماشي 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 بس المبلغ بس المبلغ اللي رح يصفوا دافعين له بس يخلصوا الخمس سنين اللي لازم يدفعوا له 72 مليون يعني عم بتفعوا له بمعدل مليون فاصلة 25 تقريبا بكل مباراة إذا أنت مسكت هالمبلغ ودفعته للاعب بموسم كامل 82 مباراة أنت بتكون دفعت لهذا اللاعب تقريبا 104 ملايين فبمعنى آخر الليكرز خبصوا الدنيا بصفقة لوالدنغ ولليوم قاعدين بتفعوا له فلما قرأت هالحكي ومتت ضحك طبعا رقعت أدور على عيبة تانين لسه عم بندفع لهم من فرق مع أنهم ما عم بلعبوا بالأم بيه طلعت لك بقائمة أكمل لعب مونتي ألس الانديانا بيسرز لسه عم بتفعوا له ورح يصفوا دافعين له لنهاية هذا الموسم خمس سنين خمس سنين بعد ما تطلع من عندهم تفعوا هاي واحد لاري ساندرز ملواكي بوكس عم بتفعوا له لليوم كمان لنهاية موسم 2021-2022 الزهمة صر له سبع سنين مش لاعب مع البوكس صر له خمس سنين مش لاعب بالأم بيه عم بيجي راتب من الملواكي بوكس كريس بوش كريس بوش عم بندفع له من الميامي هيت لنهاية موسم 2021-2022 صر له مش لاعب معهم ست سنين لسه عم بيجي راتب كي جي كيفين قارنت البوستن سلتكس عم بتفعوله لسه لسه ضايلهم بعد هذا الموسم كمان موسم يعني بتفعوله لنهاية 2022-2023 هيكون صر له سبع سنين مش لاعب معهم هلا وين قصت قارنت الفرق بين باقي اللاعبة وهو هو اتفق مع السلتكس لما إجاب دي يعتزل راح حكا لهم اسمعوا أنا في عندي 35 مليون انتوا لازم تتفعولي إياهم ما بدي إياهم هلا كان لسه هو بالدوري عم بلعب مع منسوتا قالهم ما تتفعولي إياهم هلا اتفعولي إياهم بعد ما أنا أعتزل فأنا أول ما أخلص من الأم بي اي لسبع سنين اتفعوا لي خمسة مليون كل سنة والسلتكس قبلوا قالوا له ماشي فلنهاية الموسم مش هذا اللي بعده راح يضل يجي خمسة مليون بعد بكل سنة وآخر لاعب تشوف هاي الحركة هاي الحركة مش دكية كتير من كي جي لأنه عشان انت بدك العصفور بالإيد 35 مليون قبل خمس سنين تسوى أكتر من 35 مليون هلا عصفور بالإيد والعشرة بالشجرة لا مش هيك قيمة قيمة المصار تنزل عشان عندك انت تسموه تضخم المعيشي الانفليشن عم بيطلع هاي السنة عم بيطلع 6% انت عليه فالعكس انت تاخد 35 قبل قيمة عليه احسن لك وما تاخد 777 ما فكر فيها كي جي طبعا ما فكر فيها لا حسنينك مثلا لما تربح اللوتري بيقول لك بدك تاخدها مثلا تربح 200 مليون بيقول لك اذا كتاخدها هلا نعطيك ياها نعطيك ندفع لك مثلا 100 اذا كتاخدها عمدة سنين بيدفعوا لك مثلا كل يوم لحيث تصول 200 قيمة عليه كي جي ما فكر فيها اخدهم مع مدى 7 سنين المهم اموره طيبة اموره طيبة واخر لاعب جواكيم نوا النويورك نيكس لسه عم بتفعوله رح يظلهم يتفعوله لنهاية هذا الموسم صر له 4 سنين مش لاعب مع النكس صر له سنتين مش لاعب بالمبي اي وتعرف كيف لوالدنج حكيت لك سادس اعلى راتب بفريق الليكرز راتب جواكيم نوا ثالث اعلى راتب طريق النكس ما حدوه صر له سنين مش لاعب معه استاهل كان حفل تكريمه قبل اسبوعين بنيون بشيكاغو اظن بشيكاغو كان بشيكاغو نيويورك مستحيل كرمو ايش كرمو اصب عليهم ضد النكس كان عم بلع فكان ديرك روز مموجود حلقة ممتازة بسطت كثير معنا شكرا لجمهور شكرا لجمهور شكرا لجمهور شكرا لجمهور لآخر حلقة لا تنسوا تابعونا على مواقع التواصل اجتماعي و تابعوا حسابة ستوديو جمهور يلا سلام يلا سلام اشتركوا في القناة شكرا